عدما يخصص يوم عالمي بموضوع التهابات الكبد أكيد هناك تزايد بالأعداد والحالات وأنواع كمان مرض يعني أمراض الكبد بشكل عام نعم نعم أول شي صباح الخير وشكراً لكم على الاستضافة أهلاً سهلاً وإن شاء الله دائماً بتكون المعلومات المنقدمها يعني مفيدة للجميع نعرف أنه الكبد هو العضو الأكبر بجسم الإنسان وهو كثير مهم وهذا الإشي لفت نظر العالم كله كانت فيروسات الكبد الوبائية تتصدر المشهد صحيح وكانت أكثر مرض لحد ما بلش يتواجد علاجات وبلشت تصير الفحوصات الدورية للدم ومشتقات الدم والناس تتوعى كيف تتفاداها نعم فبطلت الأولى على القائمة للأسف بسبب أنماط الحياة والسمنة والأكل الجاهز وتغير انشغالات الناس صارت على أغلب شحم الكبد الآن تتصدر أكثر من فيروسات الكبد؟ يعني صراحة نعم الآن فيروس الكبد سي مثلا في طور الانتهاء من العالم يدواص نعم في أدوية وفي علاجات وفي الفحوصات والوعي نعم فأمراض الكبد كثيرة جدا وإحنا بحاجة للتوعية لأنه درهم وقاية خير من قنطار علاج وممكن تمنع كثير إصابات بهذا العضو الحساس من خلال التوعية وتنشيط المعلومات اللي بتكون دائما متوفرة بين ايدين الناس معناتو خلينا نتوقف على أسلوب الحياة اللي عم نشوف للأسف قلة الحركة والأكل الغير صحي من أهم يمكن أسباب تراكم الشحوم والدهون على الكبد اللي حكيت حضرتك النوع بارتفاع نعم بهاي الجزئية الأردن شو وضعه فيما يتعلق بشحوم الكبد هل إحنا برضو نفس مشكلة السكري أمراض الضغط عم نحكي عن شحوم الكبد يعني ما هو لا تنسي الكبد يتأثر بالأمراض الأخرى بالجسم فالكبد أيضا يتأثر بالسمنة يتأثر بالسكري لأنه أحد أسباب تشحم الكبد هو السكر غير المنضبط والدهنيات غير المنضبطة بالدم والارتفاع نسبة الأكل الجاهز والأكل اللي فيه دسم وفيه دهن ما ننسى الحمد لله مش مشكلة كتير كبيرة عنا بس السميات زي الكحول لكن عنا كثير إحنا الدخان كمسبب لأمراض الكبد غير عن الشحوم طبعا نمط الحياة كثير أثر لأنه أول شي إنت لما ما بتاكل صح ما بتتحرك صح لن تساعد حتى السكر والدهنيات على الانضباط وأيضا هناك ناس مش ضروري يكونوا سمينين ممكن يكونوا بالوزن الطبيعي لكن عندهم شحوم بالكبد بسبب نمط الحياة غير السليم الرياضة نرجع منحكي الرياضة يعني كثير ضروري الأكسرسايز وعالميا يقال هو بطل موضوع طرف أو ثانوي الرياضة لا 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 هلا هو موضوع أساسي لأنه طبيعة حياتنا واعتمادنا على وسائل النقل خلانا ما نتحرك ولا منروح أقرب مشوار ماشي صح ولا حتى بالأسنصير خلانا نطلع وننزل درج ولا فإحنا بحاجة لممارسة الرياضات نص ساعة خمس أيام بالأسبوع أو خمسة وأربعين دقيقة ثلاث أيام بالأسبوع كمان مش قصدرة ضربات القلب لازم تزيد خمسة وعشرين بالمية عن البيزلاين تبعها هلو هون عم نحكي ممكن ماشي ماشي سريع ماشي سباحة رياضة أي شيء ممكن يساعدك أي شيء ترى أنه مناسب لجسمك تعرفي في ناس عندهم التهبات مفاصل في ناس بقدرش مثلا يمشي بقدر يسبح بقدر يعمل أي تمارين تبذله مجهود وتزيد ضربات القلب وبالتالي تساعد على الحرق طبعا هون كثير كويس نحكي عن نمط الأكل نكثر من الخضروات من الفواكه نقلل من السكر نحن مجرد ما ألغينا السكر من مشاربنا وخففنا الحلويات ممكن ناكلها الصبح بحيث أنه في مجال لحرقها مع النشاطات اليومية القهوة أسألك بكل قهوة صديقة الكبت جيدة 100% أنا كل يوم بتفاجأ بأهمية أكبر للقهوة بكون سعيدة وأكيد غيري كثير ناس بكونوا سعيدين يعرفوها المعلومة أنه القهوة بتساعد كثير على مساعدة الكبد المتشحم وحتى لو تقدمت المرحلة تخيلي مرحلة التليف المرحلة التي تسبق التشمع ممكن القهوة تساعد بإعادة الكبد إلى نشاطه وحيويته طيب في طريقة معينة لأنه منشوف أنواع مختلفة من القهوة المفلترة والقهوة العربية والتركية هل هناك نوع يعتبر أكثر فائدة للكبد؟ لأنه عم نحكي ممكن يتراجع سؤال المعتاد هلأ الدراسات انعملت في بلاد القهوة المفلترة لكن بجوز لو انعملت في بلاد القهوة السادة أو الكهوة التركية كانت تطلع نفس النتيجة صحيح هلأ بتخيل إن هالمواد الموجودة بالقهوة هي المواد الموجودة لكن يجب أن تكون سوداء بدون المبيض وبدون السكر ومن فنجانين إلى أربعة يوميا بتساعد كتير وانبسطت مبارح أعرف بدراسة جديدة بـ 19-7 أنه الكهوة لا تزيد ضربات القلب ولا تؤثر على كهرباء القلب بدراسة عملت على 300 ألف شخص فبالتالي هي ذات قيمة عالية يعني عنده تسارع بالنبطات؟ ما يخاف من الكهوة بإنها إلا إذا كان فعلا هذا الشخص يربطها بأعراضه دائما نعم بدي أسألك دكتورة ميسم هل أمراض الكبد تحديداً ما عم نحكي عن كل الجهاز الهضمي نعم تعتبر أن الأمراض الصامتة ولا فيها دلالات أو مؤشرات أن هناك خلل أو مشكلة معينة؟ جميل جداً أمراض الكبد أحياناً لا تجعل أكترى أعراض إلا في المراحل المتقدمة إذا منحكي عن فيروسات الكبد الوبائية بيو سيو نعرف طبعاً نذكر بسرعة أنه انتقالها من الدم الملوث ومشتقاته من الأبر والوخص من الوشم نتذكر الوشم قدامه ضر بجسمنا إذا كان مش نضيف الأدوات المناكير والباديكير نطلب تعقيم الأدوات قبل استعمالها على أيدينا من الأم للجنين لهيك الست الحامل ضروري تفحص لتكون عندها بي صامت فضروري في إجراءات معينة بتنعمل للطفل وللوالدة قبل الولادة وهو ممكن يظل صامت حتى شحوم الكبد إلا من خلال الفحص العشوائي لأمراض أخرى ممكن نلاقي ولازم نعرف أنه أمراض الكبد زي فيروس بي وزي شحوم الكبد وأي سبب يعني ينتهي بتشمع الكبد قد تكون سبب لسرطانات الكبد يعني تكون هي أول شيء يتقدم فيه المريض لطبيبه فضروري دائما دوريا نتفقد كبدنا لو مرة بالسنة ما عاد الناس اللي عندهم أمراض طبعا المريض اللي أوريدي معروف أنه عنده أمراض كبد بده يزور طبيبه كل ثلاث شهور أو مرات كل شهر إذا وصل مرحلة التشمع نعم لأنه عم نحكي عن موضوع الشحوم أكتر إشي لأنه بقية الفيروسات تقريبا عم بيكون فيه لقاحات وبيكون فيه عندنا مطاعق بالضبط وأدوية في حال تشكل الشحوم هل ممكن إذا رجعنا اتبعنا نظام الغذاء الصحي والرياضة تراجعها أو اختفاءها ولا هو الريفيرسيبل زي ما بيحقون لا ديفينتلي بالمراحل الأولى اللي هي لما بتتنفخ خلايا الكبد وحتى المراحل الأولية من التليف يمكن عكسها إلى الطبيعي باتباع الأنظمة والعلاجات المناسبة على فكرة فيه حكي عن فيتامين إي فيه حكي على مساعد السكر فيه أدوية بالطور الثالثة الآن في العالم كمان ممكن تساعد كعلاج لعكس أمور التليف أو التشحن بالكبد ويبقى لحد الآن النمط الغذائي ونمط الحياة والرياضة هي الأول في العلاج بدي أنوه على هبتايتس A فيروس كبد وباقي A بعد ما خلص يعني الناس بطلت تشوفه لأنه كان شائع بالطفولة وما بوصل للعمر الكبير للأسف بسبب الأغذية والشرب الملوثة عم نشوف حالات بالكبار الآن وجوده بالكبار خطر فلهيك بتخيل الأهل ضروري يطعموا هلأ الأطفال لفيروس كبد وباقي A وبتخيل أدرجة بالبرنامج المطعوم الوطني من سنة سنة ونص الحمد لله نعم وكالعادة سباقين إحنا بإدراج المطاعيم الضرورية بالبرنامج الوطني نعم مطاعيم فيروس A وB B مدرج سابقا بس A كنا كبلد أطفالنا يصابوا كتير وهم صغار فما منشوفه لما يكبروا فصف الالتزام للأهل أي وفا إحنا الآن انتقلنا للزون اللي إحنا صار الأطفال نضيفة حياتهم تعرف كلها بلاي ستيشن بطلوا يلعبوا بالرمل والترابوا بره ويصابوا فصاروا يأجلوا الإصابة ليكبروا وياكلوا بالمطاعم وياكلوا بالمحلات المشنظيفة وهون بيجي الخطر أكبر هل يستطيع الكبار أخذ هذه المطاعمة؟ نعم طبعا إذا ما عنده الأجسام المضادة مما يعني أنه لم يصب سابقا بإمكانه أخذ المطعوم ويحمي حاله دكتورة ميسم عكروش استشارية أمراض الجهاز الهضمي والكبد شكرا لحضورك معنا شكرا لكم يعطيك العافية